ارجعني لكم أصدقائنا المشاهدين صباح الخير لألكم المحطة هلأ مع الأبراج البداية بتكون مع الحمل ما تفخر بإنجازاتك خلي الآخرين يخبروا عنك وعن إنجازاتك وعن الأمور الحلوة يلي قمت فيها وما تستهون بالظروف يلي عم تمرق فيها هلأ أروق لتقدر تاخد قرار مناسب إلى الثور وعي اليوم على أمل جديد يتضفق في الشرايين هيك بدنا نقله اليوم وكأنه في صورة جديدة بده يعطيها للآخرين عن زيته وهو مقتنع تمام الاقتناع بضرورة التغيير إن كان بسلوكيته أو إن كان بأسلوب حياته فنحن بنشد على إيدكم نقلك برافو عليك الجوزاء ناطر إشارة وبعد هالإشارة بيبلش يتصرف بالمحيط العملي لكل بدون رضا شرط إنه تاخده تعطي أكتر وإذا أسلوبك يلي عم تستعمله غير مجدي عليك تبدله سريعا إلى أسلوب مرن وسلس أكتر السرطان أنت اليوم محسب على كل كلمة تتفوح فيها فما تزد كلمك ذات مثل ما بيقوله فكر بكل كلمة قبل ما تتفوح فيها وحسوب خط الرجعة دايما فكر إنه يمكن هالكلام يأذي يمكن هالكلام يضيق فكون على بيني من كل شي عم بتقوله وعم تحكيه لأنه ممكن تضيق أشخاص أنت ما بدك تضيقون وإلى الأسل صباح الخير مفعا بالحركة والحيوية والنشاط وناطر خبرة جديدة بالحياة واليوم عن جد عندك خبرة جديدة بالحياة قد تتبوأ بالنجاح الحلو فيك إنك قريب من القلب وقادر حتى لو عندك الإدارة والسلطة ما تستعملهم بطريقة مش بمحلهم فبرافو عليك العذراء إذا بدنا نرأبك هالفترة أنت والحبيب مثل عصفير الحب وكتير فيه هيدا الأخذ والرد بينك وبين من تحب شغلة كتير حلوة إمتى رجعت حسست الحبيب باهتمام معين وهيدا الشيء المطلوب منك خاصة هالفترة الميزان المطلوب قبل كل شيء تكسر حدود الروتين القاتل لأنه هيدا الروتين أوقات ممكن يدمرك إذا ضليت ضيما بزيت الروتين وعم بتعيش روتينية الأيام تصال لوقت ببطل فيك تقوم وإذا انكسرت ببطل فيك توقف مشين هيك مفروض مفروض أكيد تكسر الروتين يمكن برحلات جديدة بأهداف جديدة بأصدقاء جديدة ليش لا؟ العقرب اليوم يلي ما بيسمع كلام العقرب هو الخسران لأنه العقرب رح يكون أداعم ورح يكون الأخ ورح يكون الصديق وقت تضيقه حلال المشاكل اليوم من بين الأيام يلي فعلا بيحكي من كل جوارحه وبيساعد كل محتاج ونصل إلى القوس الشغوف بالحياة يلي بحب يعيش الحياة بطولة وبعرضة القوس اليوم عرضة للتنمر ولكن نحن بدنا نقول لك ما تهتم ولا تعطي دينتك لحدا قوم بالأمور المترتبة على عيدك وما تخاف أبدا من النتائج الجدي يتمتع بسحر خاص ما فينا نقوم اليوم سحر للجدي لأنه من جوه منبرة يعني بيحكي بيحكي بمنطق بابتزين بنوضوج ومنبرة يتمتع بالجميل الطاغي فنياله يلي بده يكون عم بيتحدث معك اليوم وبده يكون عم بيشتغل معك اليوم ونيال حبيبك أصلا بيها الشخص اللذيذ الدلو يبدد الهواجس وينطلق ينطلق إلى الأميم برغم من كل العواقب برغم من كل الثغرات برغم من كل الصعوبات بتلقوه يتابع قدما نحو الأميم ودجج بالثقة بالنفس بشخصية قوية عارف حاله هو مين فبرافو عليك الحوت حديث آخر مع الحوت اليوم ما فينا نضل من زويين ومن طويين وما فينا نضل أنه نحن يلا هيك هيك عم بتسائب بننضل هيك لا بدنا نكسر القاعدة بدنا ننطلق لقديم بدنا نطلع لأمور أحلى بالحياة لمضمين أجمل لأشخاص حلوين بيعطونا من زيتهم وبيعطونا المحبة والمساعدة هؤل الأشخاص يلي أنت بحاجة لقالهم يا عزيزنا الحوت نصل إلى مولود اليوم المفعل بالحركة والحيوية والنشاط قادر يكون القائد لا التابع وبيشتغل أكتر تحت الضغوطات عفوة بطبعه وبيخلق من ما شي شي ميال إلى الرفاهية بالحياة وعنده طبع لذير جدا وصديق وصديق تحييتنا لكل موليد اليوم ينعاد عليكم يا ربع بالي المية سنة أما الاسم اخترنا سمير ليكو هالاسم العربي الحلو سمير عربي الأصل وبيعني رفيق السهر عفوا إذن أنت رفيق السهر يا سمير سمير لبق عنده أخلاق عالية صريحة إلى أقصى الحدود ما بيعرف ألفه الدوران ما عنده خبية وأسرار بحييته مخلص سمير بالعلاقة العاطفية متمرد بطبيعته فنين بطبعه عنده ميل فطري نحو كافة أنواع الفنون سمير بيكون السبق بنشر أفكاره التطورية ويلي بيفهمه بعيش معه العمر عمرين تحييتنا لكل سمير عم بتابعنا هيدا كل شي أصدقائي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر